اهلا بكم احنا مرة فات لما اتكلمنا عن الاصباغ و اتكلمنا على انعكاس اللون او امتصاص اللون وقلنا نتكلم على تقسيم الاصباغ بس قبل ما نخش على تقسيم الاصباغ عايزين نعرف ايه العوامل اللي بتأثرلي على السبغة يعني العوامل اللي تخلي السبغة خفيفة السبغة تقيلة قبل ما نخش في تصنيف الاصباغ فالعوامل انيبتدي باول عامل اللي هو معدل الالكتران معدل الالكتران اللي هو وجود روابط وحدية وصنائية عارفين نظام الرانيين double single double single double single واكذا طبعا كل ما زاد معدل الالكتران كل ما زاد اللون السبغة قطامة تبقى قاتمة تبقى غمقة زي ايه مسلا شوفوا هنا قدامي الاسين مراكبة عادي خلص ترانسبيران تقلل ليس تعريبا لو هو بقى وان ستة داي في نايل وان ثلاثة خمسة هيكسة تراين اصبح يلو ليه بصوا double single double single double single واكذا يعني معنى الكلام ده لو انا خدت الفيلواثون يلو الفيلواثين ريد الداي في نايل فيلواثين ريد اوكي يا جماعة فبقى دي اول عامل عندنا هو معدل الاكتران طب ايه العامل التاني العامل التاني اللي هو الاكسادة والاختزال ليه الاكسادة والاختزال بها بتعملي عاملية فصل ما بين مراكبات الروابط المزدوجة والروابط غير مزدوجة بمعنى ايه بمعنى مثلا عند اختزال سبغة الاندو اللي هنا قدامنا الاندو فينول اللي هي الفيلوت لما ايجي عمل لها تبقى كارلس الله ايه الفرق اه شوفوا الدابل بندقه شايفين دابل سنجل دابل سنجل دابل سنجل دابل سنجل دابل سنجل اما هنا ويتش اصبح ما فيش انا هو اقللنا معدل الالكترون اصبح السبغة تقل في اللون بتاح السبغة تقل في اللون بتاح فشوف اتغيارة الاندو هنا اتغيارة من الفيلوت لكارلس طيب ايه تاني تغيير اللون في المحالية الحمدية زي المالشت جرين المالشت جرين لونه جرين جرين جرينج بلو يعني ازرق ازرق مخدر معاشي ازرق مخدر ولما منحطه فيه على الحمد بيتحول لون ابيض مسفر لون ابيض مسفر الابيض المسفر ده نتيجة ايه انا شوفوا هنا لو هنا جيت خط المارشت جرين هلاقي ان المارشت جرين ما فيش اي حاجة غير هنا فيه لون بيروف اليكترون بيقدر يتفاعل مع الدبل بوند في زود معادل الالكترون يجي يخش الاشي سي ال خد اللون يعني نشوف اهو اللون بيروف اليكترون بتوعى الناتروجين يجي روح متفاعل معه وعمل ربط اكوردين اصبح ما فيش لون بيروف اليكترون يعمل تفاعل فبالتالي اللون بتاعي يقل يبدا تغيير اللون في المحالية الحمدية طب ايه تاني حاجة مهمة جدا اللي هي وجود مجميع الباسوكروميك والهيبسوكروميك اهه الباسوكروميك يعني مظهرة والهيبسوكروميك يعني مضاعفة او بتضاعف اللون بتاعي طيب ايه هما بقى باسوكروميك وايه هما الباسوكروميك هي كل مجموعات الالكايرجروب والأرائل هل تعرفون أن الأرائل لا يوجد والأرائل لا يوجد برافو شطار فعندنا أرائل وعندنا الأرائل ممكن تبقى كده أو بنزايل دي بتزود معدل الالكترون الحيدروكاربي مزود معدل الالكترون أما مجموعة الهيبسوكروميك نتيجة وجود الكربونير جروب بتقلل المعدل الالكترون الكربونير جروب طماعة كل الالكترونات تأخذها نحيطها مسيطرة على الوضع مخالية دائما هنا فيه فيكنت البوس في الشاشة ودين بالكم يعني مش مجموعات معطية دي مش يعني مثلا تدي الالكترونات لا هنا دي مجموعات سحبة الالكترونات فبالتالي لا تستطيع تزود معدل الالكترون بالعكس بتقلل معدل الالكترون طيب ده بالنسبة لمجموعة الهيبسوكروميك أو الباسوكروميك أنا أخذ مثال ريزولنين أو الريزو أنيلين الريزو أنيلين زي ما احنا شايفين قدامنا اللون بيروف الالكترون بتفعل مع الحلقة بيزود المعدل الالكترون ما فيش أي مشكلة هنا برضو أهوت ده برضو معدل الالكترون ده منسميه كريستال فيولود شوفوا إيه الفرق بين الريزا الأنيونين والكريستال فيولود يلا شطار مجموعتين مجموعة الالكترون هايبسوكروميك ولا باسوكروميك برافو عليكم إندي مجموعة الالكترون فشوف اللون كام غامل أما هنا في الحالة هنا شوف هنا فيه إيه NH2 NH2 الهي عليها الالكترون لا عليها هادر فبالنسبة لنا هنا يبقى معدل الالكترون بيزيد كل ما زادت مجموعة الباسوكروميك طيب ناخد مثال تاني فيكتوريا فيولود اللي قدامنا نلاقي الفرق برضو هي مجموعة الـ NH2 وهنا حط هنا مجموعة أستير جروب دي مجموعة هايبسوكروميك بتقلل معدل الالكترون شوف هنا تحولت من إيه؟ من الفايلوت الغامئ تحولت بعد إيه؟ رد نتيجة وجود مجموعة الـ أستير جروب طبعاً ديت اسمها بنقول عليها أستير أوكي يا جماعة شطار فاهمين؟ كده هنقف الغد كده في العوامل اللي بتأثرت على السبغة وإن شاء الله المرة جاي بقى ناخد تصنيف السبغات ترجمة نانسي قنقر